اشتركوا في القناة بها من ظلمات الوهم وتكرمنا بها بنور الفهم وتوضح عنا بها ما اشكل حتى يفهم انك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب وبعد ايها المشاهدون الكرام طاب يومكم يوم مبارك سعيد مليء بالمسرات والخيرات والبركات ان شاء الله ايها الاحب الكرام لا يخلو احد مننا من المحن ومن المصائب قد تكون خفيفة عند هذا وقد تكون قوية عند ذاك ولنبلو انكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين وفي خضم هذه الالام وهذه الاحزان وفقد الاحبة والخسارة في التجارة والامراض المتنوعة الناس بين قسمين قسم يشكو الى الناس ويحدث الناس وكأنه يشكو ربه الى الناس فتجده يحدث الناس ويقول يعني ماذا فعلت حتى يفعل الله بكذا لماذا انا من دون الناس أعاني أعاني من الفقر وأعاني من المرض وكأنه يتهم الله عز وجل بأنه يعني ليس بعادل وأنه ظلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله ولك بعض الناس يشكو الى الخلق ويشتكي الى الخلق وكأنه يشتكي من الله تبارك وتعالى وهذا خطأ أيها الأحبة الكرام علي على من فعل هذا أن يتوب إلى الله سبحانه وأن يعود إليه وهناك قسم آخر فإذا كلم الناس في أمر من المصائب التي حلت به يطلب النصيحة فهذا أمر جائز مشروع إن شاء الله لأنه ليس متسخطا وإنما يصف مرضه أو حاله من أجل النصيحة أو من أجل الإعانة وما إلى ذلك وفي نفس الوقت وراض بأمر الله وبقضائه ويحمد الله ويثني عليه هذا لا شيء فيه أحبة في الله وقد ثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ورأساه أي كان رأسها يؤلمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا ورأساه يعني كلاهما اشتكى إلى الآخر فهذا لا يضر إذا كانت الشكوى للحبيب والصديق وإن كان علماؤنا الكرام ينصحون بعدم ذلك يقول لك الشكوى تكون لله وحده لأن الحبيب عندما تشتكي إليه بأمر من الأمور يحزن لأنه يحبك يحزن والعدو فتكون فيفرح ويشمت فيك وما إلى ذلك إنما الشكوى تكون لله اقتداءا بالأنبياء في مقدمتهم الحبيب المصطفى اللهم إليك أشكو ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وهكذا أيها الأحبة الكرام فما أراد فليناجي ربه وليحدث ربه وهو ساجد أو في الثلث الأخير من الليل أو بعد الصلاة تحدث مع ربك الشكوى تكون لله وحينها يأتي الفرج من حيث لا تحتسب ويكون الخير وتكون النجاة ويكون الشفاء أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم العقيدة السليمة الصحيحة والعلاقة تكون مع الله قوية بارك الله فيكم وإلى لقاء آخر أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين